وصلنا إلى الجزء الخامس من حوار مع أحمد الورغمي تتبعنا فيه مراحل وتموجات كثيرة في حياة الرجل انطلقت من الإخيرات في الاتجاه الإسلامي ثم الخيانات من هذا الطيف السياسي وخيانات مع المعارضة التوليسية ومعركة شرسة مع بن علي ومعركة تواصلة الآن مع القانون الفرنسي هذا الذي كشر أن يبقى بقانون جديد يريد تهجير الرجل استنادا على بعض الوثائق وانتماء سياسي كما يقولون والرجل يفني ذلك سنكتشف مع بعضنا البعض الأسباب والمسببات والحلول الممكنة وقضية هذا الرجل الذي أصبح بين فك القانون الفرنسي وفك حركة النهضة التونسية التي تسير دوليب القضاء التونسي والمعاشة التونسي اليوم حتى وإن كانت في الظاهر ليست هي من يسير ولكن الرجل يتهمها بصراحة في معاناته هنا وهناك الرجل سيحدث هنا بكل صراحة عن وضعه الحالي عن هذه اللحظات الفارقة التي في كل دقيقة يمكن للبوليس الفرنسي أن يدخل ويسحب الرجل في عملية ترحيل قصرية أستاذ أحمد نحن في جزء الخامس تكلمنا عن السياسة تكلمنا عن أحمد الرياضي الآن سنتكلم عن الوضعية القانونية أنت منذ 36 سنة هنا ليست معك وثائق قوية فرنسية ليست لك بطاقة إقابة ولا أي شكل من أشكال المساعدات الاجتماعية أنت الآن بحكم المحكمة والقانون مطلوب للترحيل الفوري وضع عصبك من ضمن العشرون تونسي الذي ذهب وزير الداخلية إلى تونس وعرضهم على الحكومة التونسية للترحيل هذا بحسب أقوالك والوثائق القانونية تقول الفرنسية بأنك شاركت في عمليات دعم للحركة السلفية الجهادية وبأنك لك فكر متطرف يتعارض مع قانون الجمهورية الفرنسية ما هي الحكاية بالتفاصيل في البداية أنا عندي اختلاف كثير مع ما يسمى البوليس لأن البوليس هو طلق جوزتي ولكن أنا عندي مشاكل مع تونس وليس مع فرنسا أنا ما عندي حتى أي شيء مع فرنسا الآن نتكلم على المحكمة الفرنسية التي استندت استندت على البعض هي لي نصا تقول بأنك لك ميولات لحركة السلفية بأنك داعم للفكر الجهادي بأنك طرف في غير مرحبه هنا لأتيارك لا تحترم قانون الجمهورية بماذا ترد على قانون المحكمة وأنت مهدد بالترحيل؟ نعم إذا كان الإنسان يكون عنده ميول للاتجاه السلفي أو الجهادي لماذا إنسان يعيش 24-34 سنة ما يدخلش ولا يوم واحد أو ساعة للسجن مقابل أنه وجدوا رقم تلفونه عند واحد إرهابي أو ساند إرهابيين أو عند سلفي أو صوروه كيف تمت دعوتك مؤخرا للحكمة؟ لماذا؟ استنادا على ماذا؟ على صور نشرتها في صفحتي ما هذه الصور؟ الصور هذا أنا ماكره بعد إساءاته للرسول محمد ليس وحدي فيه ناس حطت في صفحة متعي وأنا كذلك يعني رغم محبتي للرسول دفعت بهذه الحماسة في الدكاء على النبي محمد كلفتك الآن صلى الله عليه وسلم كلفتك الآن قرار بالترحيل وليس قرار بالترحيل بل كثير من الأكاذيب أنا لم أكن أنتمي لأي طائفة جهادية ولا نعرف منهم واحد لم أكن يعني في يوم ما سلفي أو أنتمي لأفكار السلفية لا أنا من تميتش للنهضة اللي هي أقل منهم خطورة وعملاء أغلبيتهم عملاء للمخابرات الأجنبية وعملاء متع نفاق متع كله أنا من تميتش ولكن السلطة التونسية وحركة النهضة الجزء فيها أيدت قرار المحكمة الفرنسية نجموا يأيدوا أي قرار اللي يحبوه أنا عشت في فرنسا نحترم قانون الجمهورية في فرنسا نحترم أن العدالة الفرنسية ليس كالعدالة التونسية النهضوية اللي هما أغلبية القوذات وينجموا يلفقوا أي تلفيق ويمشوا معاه هنا مام يلفقوا عليك تلفيق كذب وري برهان هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين هل مازال عندك أمال في أن المحكمة الفرنسية تتراجع هل أنت في طور الاستغناف الآن؟ نعم نعم مازلت نمن بين القضاء الفرنسي وقضاء حر وقضاء يعرف أنا آخر مرة في شهر أوت طلبت الكاجيجي دي سيار متاعي ما عندي حد شيء يعني ما عندي ولا لكن نحن نتكلم بعد هذه الحملة التي وقعت في شرلي إلدون المشكل أنا حتى هل مازال عندك طور الاستغناف؟ نعم إن شاء الله نتمنو ذلك ونتمنو أن تنصفني العدالة الفرنسية لأن لا أنتمي حتى لإنسان ولا أمثل خطر في هالبلاد اللي عشت فيها أكثر من بلادي أنا هربت من تونس منلي عمري 28 عندي 34 سنة هنا يعني هذه بلادي وبعدين عندي بنات مولودين هنا عندهم الجنسية الفرنسية وبعدين أنا عمري ما كنت عندي عداوة للدولة الفرنسية أو ساندت أي عمل ضد فرنسا عمري ما ساندت في أسئلة سريعة وإجابات أريدها برقية نعم ستكون تقريبا عشر أسئلة ملخصة السؤال الأول هل تنتظر من العدالة الفرنسية الآن موقف مغير؟ والله إن أتمنى أتمنى ليس لي يعني بالتأكيد ما يثبت ذلك ولكن أتمنى أن يكون العقلاء يعرفوا أن هذا الراجل عمره ما شد سجن ولا ساعة على الإرهاب هي حتى بلادي مخابرات تونسية نجم تتعامل معهم يتعاملوا مع المخابرات التونسية يعرفوا لي أنا لا أنتمي لهم وهذا هو قلب السؤال الثاني هل تنتظر شيء أو دعم من الحكومة التونسية؟ لا مستحيل هي هذه كحكومة تونسية؟ هذوكم ناس مجرمين متسلطين مافيا متسلطة على البلاد متسلطة على المالية فلسوها اقتصاديا دمروها اجتماعيا أخلاقيا إلى تحت السفر أنا لا أريد العودة إلى تونس لأن تونس سجن بالنسبة لي أنا أو أنتظر حتى القتل من فضايحي لحركة عصابة النهضة الإخوانية التي هي في الوجه إسلام وفي الظاهر هم أكثر إجرام هل تنتظر من الناشطين التونسيين في المجتمع المدني هنا في فرنسا من جنسيات تونسية أو مغاربية وجزائرية بعض الدعم؟ نعم بعض الدعم من بعض قلة من الرجال نعرفهم من قبل أما في تونس أو موجودون في فرنسا يعني ليس من منظمات ما عندي حتى أي تنظمة منظمة إلا بعض أشخاص هل هناك بعض المنظمات الفرنسية التي تدعمك الآن؟ حاليا ليس لي حتى أي منظمة ما هي رسالتك لرئيس الجمهورية قيس سعيدة؟ لا أعترف به لأننا نعرف ما يعمل حتى شيء ما هي رسالتك لمجلس نواب الشعب في تونس؟ هم كلاب الشعب وليس نواب الشعب ما هي رسالتك للمجتمع المدني في تونس؟ هم يتعاملوا مع مصالحهم الخاصة ثم الأقرب لهم أنا ليس من مصلحتهم وليس من قرائبهم يعني لا أنتظر منهم خير ما هي رسالتك للشعب التونسي؟ أتمنى أن يفيق ويفك بلاده قبل ما ينهار لأبعد الحدود وتصبح حرب أهلية اللي في ليبيا وفي العراق وفي اليمن تصبح في تونس لقدر الله لأن تونس على وشك الأفلاس ووشك الحرب الأهلية والفقر ما هي رسالتك لعائلتك التي لم تراها منذ 36 سنة؟ الآن ممنوع منها أنا ما عندي حتى اتصال ما عندي حتى أي اتصال مع العائلة متاعي لو يروحوا بي لتونس أي باش نبات في الشارع باش نبات جعان ما عنديش باش نشير دواء ما عنديش وين نمشي لو يبعثون لتونس أنا بلادي في رنسا أكثر من تونس يعطوني أوراق هذا اللي طالب وانا كرت سيجور باش نعيش بها اللي يمات لمزالي وكاني روحت لتونس يعني كبلادي يروح ونجي اما باش نبقى في تونس او باش نعيش في تونس هذا غير موجود في راسي كلمة أخيرة بعد هذا اللقاء المطول في خمس حلقات ماذا يريد أحمد الورغمي؟ نتمنى من أحرار موجود تونس فيها أحرار ما زال وأحرار العالم وأحرار فرنسا أن يساندوني على عدم الترحيل لأن في الترحيل نهايتي صحيا وحياتيا وكل شيء فنتمنى أن يقعد هنا وأنا نضمن للمجتمع الفرنسي ونضمن للمجتمع العالم أنا لا يأتي مني خطر لا إرهاب ولا أنتمي للإرهاب ولا أنتمي للسلفية ولا أنتمي حتى لأي اتجاه إسلامي لا ما ننتميش لحتى أي حركة إسلامية شكرا لك وصلنا إلى نهاية وصلنا إلى نهاية هذا الحوار المقسم على خمسة أجزاء اقتفينا بما نستطيع أثر الرجل حاولنا أن نلامس الواقع والحقيقة حاولنا أن نثير أسئلة وأن نظفر بأجوبة فيما نريد كل الكلام التي يقوله الأستاذ أحمد محسوب عليه وعلى ذمته نحن هدفنا أن نكتب الحقيقة بالبند العريض دوني لا ترى فيها منامي خاناس قواصها البؤس والظلم والقار من واقع الناصر نابث بي كله منذني ترجمة نانسي قنقر